لو الحكاية فيها إنا ذيكو عايزون نعرف بحضارك فعليات المعرض السندي والإطبال في تاني يوم للمعرض عمي جيد ده الإطبال مش عام يعني متوسط وشاب حضارك السبب ده راجع لإيه السبب ده راجع لأن المعرض بيبدأ في وقت يكون الناس بتجاهل تصلي التراويح فتمانع الناس يجينش بشعاد المنازم رغم الخصومات اللي نازلة في المعرض والندوات الفنية والثقافية الجاذبة لرواد المعرض بالضبط في الوقت الناس وكمان اللي بيج دعاية للمعرض كبيهة الجرايط والتجلات يعني دعاية للمعرض تتخلي الناس دي هلاك شايف دور وزارة الثقافة التنظيم المعرض السندي عامل ذايف وقال ما ناقص الحلقة تتمنى من الوزارة أن تتراعي في السنة الجاية اه دور الوزارة هو كويس على قد إمكانياتها يعني إمكانيات وزارة الثقافة ضعيفة لكن الوزارة طبعا تتعلق حملة عاملية جامدة والجرائب عن أي معرض كتابة وكل هيئة يعني ريالي تتشر نفسي في الخاصة تعتقد كل هيئة عشان القاتل الميكي ويعرف أن العيقة دي بتغسل تبقى خصوات كويسة تكذبه تكذبه أنه يجيدي وصل في الظروف الاختصادية الصعبة أعتقد بصرنا كل سنة كنا بنتابعين أنه هو بيبقى هنا موجود في بصر أعتقد أنه حدث حلو أنه بتوصل للناس بالأماكن اللي هي ممكن الشعب بتاعها ميروخش برق وممكن مثلا الشعب بتوصل ممكن ما يقولش بيروخ ماردة كتابة ما ديه بصر فأعتقد أنك تجيب له السلع وتجيب له بقندر كتابة الكتب أو الثقافة الباية عنده أعتقد دي حاجة ممكن تكون مفيدة تساهم شوية في تجديد الفكر هل شايف فيه اختلاف بين أسعار الكتب بين هنا ومن سور الإسباكية أو المعرض الرئيسي اللي في أرض المعارض بس أنا أتكلم عن الكتاب اللي أشتريته فيه خاص من 20% فأنا شايف دي حاجة كويسة يعني أرضي في فوصمات بس خاص من 20% عن السعر اللي أمكن أجيب بيلي من بره أعتقد أرضي يعني فيه فرق وأعتقد فيه بالنسباني أفيد إلي اختلاف بين الكتاب اللي هو البيدي إف على النت وبين الكتاب الورقة أنا رأيي وجهة نظر إن البيدي إف بيسهل لماسل شغلها ما بيسمح لها تقرأ في تجديد شغلها مثلا ممكن تكون شغالة في شغل يدوي فالكتب ممكن تكون أفضل عدس الموبايل الموبايل المتوفر معك في جيمة أفيد لكن الكتاب الورقي بالنسبة للناس اللي عودت أو تربت من ناحية الأهلة على الجرائد وعلى القراءة وعلى كده أعتقد إن الكتاب الورقي أفيد أنا بالنسبالي يعني قليل ما هقرأ بيدي إف عن اللي أقرأ كتاب رغم إن أنا معي موبايل حدث أعتقد الموبايل أفيد إلي بتتمنى تشوفه في الدورة الجاية للسنة جاية للمعرض مش لقيه السنة دي موجودة الأول أنا شفت حاجة جديدة عن السنة اللي فاتت يعني أنا ملقش موجود السنة اللي فاتت هنا لكن قال لي إن مكانش فيه حتة المطرب والندوة الندوة الندوة فإن أعتقد إن هي أصرت الموضوع أكتر أنا دخلت لما لقيت رعمل جاز بالنورة أنا عادت في الأول فأعتقد إنه فيه جدد أتمنى إيه؟ أتمنى إنه فيه دعاية أكتر لأن أنا اتفاجأت منه السطحة فأتمنى إنه فيه دعاية أكتر أتمنى إنه فيه جر كتب أو جر نشر أكتر أتمنى إنه معروض بأسعار محفظة يكبر فيه المعرض السنة اللي أشاهد فيه بضل جواز جدا وفيه عشرة السنة دي فيه من اليوارسة محفية ومشعبية وفيه حاجات موضوع وفيه ورش مقبال فيه حاجات التمريز السنة إن شاء الله وفيه بضل جواز أحسن بسالتات عايزون نعرف حاجة دور وزارة الثقافة في تنظيم المعرض السنة دي عامل إزاي؟ وموفرة لأصحاب دار النشر ساعدهم في أنهم يمشوروا الكتب هي طبعاً الوزارة موفرة أصحاب المكان للدور النشر تتجنع فيها عشان يبقى منطقة الثقافة المعظم دور النشر مع المعرض طبعاً بيزيد العشرة الثقافية عند كله بالنسبة للقاري وبنسبة للدور النشر بسالت مع الإجمال اللي حداك شايف إيه اللي بتتمنى السنة جاية من حداك تلاقيه في المعرض من القائمين على المعرض؟ طبعاً إحنا نقول السنة المكتمرات يعني في حاجات زيادة عن السنة الأبريقية طبعاً السنة إذا عيشنا طبعاً السنة جيان شاء الله نتمنى أن كل معرض فيه دوناشر أكثر من كده متوتر أكثر من كده طبعاً تبقى أنساك كثمات أكثر من ناس والدور اللي كنهور وكلاً بكراً طب شايف حراك الأسعار هنا فرق الأسعار بين هنا وبين المعرض الرئيسي في قاعة المؤتمرات وبين سورة إزباكية على الكاري اللي بيجي شايف فرق الأسعار إزاي من الكتب؟ إحنا كهية المساعمة كتاب فيها كتب أرخص من سورة إزباكية ناس اللي دي عندي كتب بتوصل بصماتها سبعين وتبينين سين جميعاً أسعارنا إحنا كلها هية خدمية واللي هية بتوصل الكتاب للقاري بسعر المدعمة لأ، السنة اللي فاتت؟ يعني أنا السنة دي عن نفس جاي أدور على حلات سيد الخلق قائمة كثير بس مش نفس الحاجات اللي لقيتها السنة اللي فاتت؟ لغاية برضو حاجات معينة فعيلة من نفس العام برضو ومش مجبوب بصيرة كبيرة السنة اللي فاتت تحقق كبير شوية في السنة اللي متحصلونه أو أقل شوية من السنة اللي فاتت بلي قبل حداك شايف الأسعار؟ تفروح أسعار عن السنة اللي فاتت؟ أنا أول مرة أنزل بصراحة بس هي الأسعار كويسة مناسبة والنموذج ده كويس جيد نموذج مصغر للمعرض الكتاب اللي بقى في مدينة ناصر وده شيء كويس على أساس اللي في مدينة ناصر بيبقى في وقت وده في وقت فده شيء كويس جداً لراحة النجاية هل تتمنوا تشوفوا فكرة مقامة المعارضة صغيرة دي في مناتق تانية غير بصرا؟ ناشط ثقافة ناشط ثقافة ناشط ثقافة التوحية للشباب بدل المواد ما لهم متفكيرون جاي على أي حاجات سلبية تانية لا التفكير والثقافة كل ما بتكتر وكل ما مهارضانات القراءة بتكتر مش بس كل سنة أو بس في الباب الخال لمهارضان القراءة الجميع كل ما بتكتر كل ما الأدخال أو الشباب أو البنات أو حتى الناس كبيرة بتزيد فكرة وبتزيد فكرة مش كلام على قد ما هو فعلاً كلام إجابي لو كل ما كترت المعارضان القراءة الجميع كل ما مهارضان يبقى في بعيسين يعرفوا إيه المعارض دي بتتكلم عن إيه الكتب اللي قال للناس كلنا بشكل تترجع الناس إنه البعرة طريب من بيته نوع ينزلوا ينزلوا ده يدول من دي ده شيء كويس في فرق بين الأسعار هنا أو سور الأسباكية؟ حتى سور الأسباكية بصراحة الأسعار في أقل شوية وفي كل الكتب الأديمة اللي ممكن تلاقيه والروايات الأديمة هنا برضو الأسعار بس بالنسبة للكتب كبيرة شوية أسعار أكبر شوية عن سور الأسباكي طيب إيه اللي خليك تسيب مسلا سور الأسباكية أو تيجي تشتري؟ أنا دائماً بنزل سور الأسباكية بس هنا لازم طبعاً أنزلوا كل سنة لو نتعملت شنو وخش ريو وما بيعطش كتير بيجي كل رمضان قلت أنزلوا ده كل الأسعار في الأن نفسك في إيه لو تعمل السنة الجان شوالله هنا برضو نفسك تكون في إيه أكتر من ذلك؟ هه هو نفس النزوم نفس قطب مвидودة بس بس أنقمنا أكتر سوريا وأقلّف الأسعار بحيث أن الناس لما تنزل ده لا أكتب الأكتب ستين جنيه ولا بكمصة تمانين جنيه ولا بتمانين جنيه أكيد تقول لا لأه أنا أشتري حاجة لعيد أشتري حاجة وأشتري حاجة كمان جاي في وقت رمضان لا componر رأيه فنقول لا احنا خالي الكتاب ده بعدين فلو اجبت سعره قلي شوية الناس هتعرف تشتيره اكتر من ما تلاقي اصعارها غالية انا من الناس احبه بقى ماسك الكتاب في فيديو واقرأ منه بحس بموتها اكتر من ببيدي اف وراعه على النتب حتى لما بجيب كتب من الاسبكية غير اللي بجيبها من هناك طبعا نفسها بتختل طبعا نفسها بتبقى اركب وورق انضم ككلام يعني انا بحس بكده هل ما نقرأ على النتبقى اف لأم انا مسكية التبقى دي حسن بيبقى فيه ملل لو مسكت صفحه مفسي تلاقي حد قوامك او ميتل اعفل او مفيش انجزاب للا ما فيش حماسه ومتبطئر على قد مبطئر في الكتاب افلقسك كذا بقى اكثر حماسه أحنا اللي أبقى من المعرض الرئيس طبعا نفسي قشمل وفي مختفى اصعار سور ازبكية فيه حاجات بتلا جدال مشوبة اللي بيبق فيه نقطة حلوة جداً جداً مش مبهولة هنا طبعاً لو انت بتتكلم بالفعلات هنا وهناك لأيناك عشبة هنا ده زي المتصار كده بس بس طب حاجة تقولي ايه عن النقطة دي ان من دور وزارة الثقافة انها تعمل معارض مصغرة في الاماكن والكرة ومجوعة هل ده دور كويس من وزارة الثقافة ولا شايف دور ده ايه ده دور مصغرة بساعي انها بتنشر فكر معينة بتجمع الناس خرون فكرة الكتاب اللي بدأت في اليدرات كيف تكتاب حد ذاتها بقت قليلة لما تقولي ايه بقى اطفال زي المتعرفة فعليات سوء الناس بسنهم عشان يعرفوا عن ايه كتاب مرتبطوا ليه ده حق باسم فيه فرق بين الPDF والكتاب طبعاً ايه الفرق؟ الكتاب بتحصل ما بينه قابلينه زي علاقة عطفية ترتبط بالكتاب الحالة دي اتباش موجودة لنا بترى BDF حالة التفاعل التفاعلية حالة التفاعلية ورقة ترتبط بكتاب ورقة تتعود على قطف ايه الفرق وده الحاجة المفقودة معرفار صغير اللي جيدك ممكن تحب يعاني ثقافتك مردها تاب ومتنسى كتاب ليهفين ايه ما تترى ايه بقى ايه وده حالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة